الدين هم بالليل ومذلة بالنهار فما صدى الدين في ميزان الشرع؟ وهل هناك ضوابط لحفظ الدين؟ وما هي العلاقات المميزة والواضحة بين الدين والمدين؟ وأما هم الشهود؟ وهل هناك الشروط واجب تحقيقها في الشهود أم لا؟ وإذا كان الشاهد فيه امرأة فما وجهة النظر الشرعية الحكيمة في هذا الخصوص؟ هل له أجل مسمى أم ليس له أجل مسمى؟ وأما حقيقته وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في حلقتنا الجديدة شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بصاحب الفضيلة العالم العلامة وسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة وإنا عاملون أهلاً وصحناً ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الله يكرمك ربناً ورحمة الله وبركاته حياك الله وبياك في الحلقة المنصرة ما كنا نتحدث عن الربا نعم ويعني الذي يتعامل بالربا إذا كان محتاجاً غير المرابي فربما يكون محتاج فيلجأ إلى الدين نعم والدين فيه ما فيه لكن من نداءات الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان نداء خاص بالدين نعم ما هو وما الآية حتى ندف مع فضلتكم بالحوار الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها في هذا اللقاء المبارك نعم في النداء الحادي عشر في الآية الثانية والثمانين بعد المئتين من آية سورة البقرة نعم لمن أعظم الأدلة على أن الإسلام منهج حياة جيد من حيث ماذا؟ هو كله هكذا لكن نود أن نستبين حتى نتعلم قضية قد يتصورها كثير من أحبابنا هينة ويسيرة يضع ربنا جل وعلا لها مثل هذه التشريعات في كتابه ويضع لها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الضوابط والقواعد والشروط والأصول ليحيى هذا المجتمع حياة سعيدة في كل قضية من قضياء سواء كانت القضية قضية معاملة مع الرب جل وعلا أو كانت تلك القضية وقضية معاملة مع العبد إذن القرآن الكريم ليس كتاب دين أو كتاب تعبد فقط كما يقال كي يقال كتاب تعبد فقط لا أبداً القرآن الكريم كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب تشريع وكتاب أخلاق وكتاب معاملات وسلوك فهو كتاب ليسعد الله عز وجل به البشرية في دنياها وأخراها نعم الآية ينادي الحق سبحانه وتعالى على أهل الإيمان وهي أطول آية في القرآن الكريم كله وهذا عجيب والله عجيب نعم لفت عجيبة جداً يعني كان من المنتظر أن تكون أطول آية في القرآن آية مرتبطة بالعقيدة صحيح أو بالعبادة نعم لكن آية الدين المعاملات نعم وآهل لو عرفت الأمة عظمة هذا الدين وعادت إليه من جديد لتمتثل أوامره أمراً أمراً نعم ولتجتنب منهيه نهياً نهياً ولتقف عند حدوده حداً حداً وهي في غاية الحب لله والرضو عن الله تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم يقول الحق جل وعلا سبحانه والله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أحسن تبارك الله فيك أحسن تبارك الله فيك أي جمال والله ما بعده جمال يعني أنا تلاشت الأسئلة من ذهنك المعتاد ونود أن نقف مع من منبركم الخاص نظرة على هذه الآية وما تحتوي من أداب ومن قيمة دينية شرائية يصبغها الله سبحانه وتعالى على مجتمع أهل الإيمان قبل أن أبين أخي الحبيب محمد أنا في حالة عجب وإعجاب في حالة عجب وإعجاب لما أمام هذه الصياغة القرآنية البديعة المذهلة لللب في آية من آيات الأحكام والتشريع نعم القرآن كنز حقائق أكيد أكيد ونهر دقائق نعم وعالم علم وبرج زواهر ودرج زواهر القرآن إن قرأت هذه الآية والله الذي لا إله غير لعلم تاقينا أنه كلام الحق جل وعلا سبحان الله آية من آيات الأحكام تصاغ بهذه الدقة بهذه الدقة في الكلمات والألفاظ ثم بهذا الجمال كل كلمة عاشقة مكانها أحسنت ولا تستطيع أن تأتي بمراد في الله من قواميس اللغة صح صح إنه كلام الحق جل وعلا سبحان الله سبحان الله يأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في هذه الآية بكتابة الدين ما هو الدين هو قبله كان قديما ما يكتبون الدين نعم ما كانوا يكتبون ما كانوا يكتبون الدين حتى وإن كان بين الأقرباء والأصدقاء والأصحاب وكذا لا كانت عادة القوم أن لا يكتبوه وكانت تحدث بينهم المشاكل وتقع الفتن لأن الإنسان بطبعه يجحد يجحد وينسى هذا أمر فطري صحيح جحد آدم فجحد ذريته نعم ونسي آدم فنسي ذريته الدين ابتداء أخي الحبيب عند علمائنا وفقهائنا نعم كل معاملة يكون أحد جانبيها مالا والآخر عوضا على شكل في صورة مؤجلة أو نسيئة وهو معروف للجميع نعم يعني معاملة بيني وبينك يكون أحد الجانبين في هذه المعاملة مالا مال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وأعجب معي لما أقوله الآن التي ذكر فيها الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم اثنتين وخمسين مسألة في الآية؟ في الآية واحدة مالشا الله ذكر اثنتين وخمسين مسألة ذكر اثنتين وخمسين مسألة أمر كبير سبحانه الله يعني لا تصور البعض أنني يعني أقرأ آية لمجرد القراءة بل ذكر القرطبي ومن أراد من إخواننا أن يراجع الليلة القرطبية الجامعة لأحكام القرآن الكريم للإمام القرطبي رحمه الله عليه رحمه الله في تفسيره للآية الثانية والثمانين بعد المائتين ألا هي آية الدين سيقول في أول كلماته بعد كتابة آية القرآن فيها اثنتين وخمسون مسألة لا نستطيع أن نقف أمامها لكن نقف مع بعض الأحكام مع بعض المسائل أول حكم في هذه الآية الكريم أن الله جل وعلا يأمر أهل الإيمان أن يكتبوا الدين لابد هذا فرد أحسنت هذا سؤال بديع بارك الله للعلماء قولان يرى الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن كتابة الدين واجبة وفرض بنص الآية هل قد صور؟ لكن من رحمة الله أن الجمهور يرون أن كتابة الدين على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب حجتهم حجتهم أنهم يذكرون قرائنا أخرى صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب كما في قوله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه فالمسألة إذن على قولين لأهل العلم الأول للإمام الطبري وغيره يرى أن كتابة الدين فرض واجب لظاهر هذه الآية الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا لِلصَّادِقِ المصدوق الذي لا ينطق عن الهواء يحرك القلوب لتصحيح النية فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه الله أكبر الله الله أكبر نصر من الله عز وجل إيه وربي أدى الله عنه أدى الله عنه لكن ينوي ينوي بصف صرت النية نية شوف من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إطلافها أتلفه الله عز وجل ولا أريد أن أعرج على الجوانب الرقراقة في الآية لكن أريد أن أقف مع الأحكام لتبقى الحلقة كلها خاصة بأحكام الدين يبقى أول حكم الكتابة الكتابة لابد أن يكون محددا وقته وقت الدين أي نعم وهذا ما سأبينه في الحكم الثاني ألا وهو جواز بيع السلم إلى أجل مسمى فاكتبوه طيب هو معدرة أن نقف استطرات جانبي الدين والرهان والأمانة هل بينهما فوارق؟ أي نعم ما هي؟ يعني الدين إذا مثلنا بواقع عملي بمثال عملي يعني الدين ذكرت صورة من صوره وهي كثيرة وأود أن أذكر الآن صورة أخرى يقع فيها كثير من الناس في هذه الأيام في قضية البيع والشراء يعني يذهب تاجر مثلا إلى رجل صاحب بستان أو حائط من النخيل تمام وقبل أن يبدو الثمر يقول يشتريه بكذا يشتري هذا التاجر وهذا الحائط أو هذا البستان قبل بدو الثمر يحدث هذا واقع هذا واقع كل من يملكون أو جل من يملكون من إخواننا البساتين المنجو والبرتقال والفواكب الصفة عامة منهم من يقع في هذا هذا محظور؟ هذا حرام حرام هذا حرام الله طب ما الفرق بين هذه الصورة التي تقول وبين بيع الأجل الذي يعرف ببيع السلم بيع السلم أن أذهب إليك لأقول لك بيعني ثمار هذا البستان لا حرج فيه لا حرج فيه أحسنت بعد بدو الثمر وظهور الثمر إلى أجل معلوم ومن اللطائف الرقيقة جدا أن الفقاء يسمون هذا البيع بيع المحاويج المحاويج؟ آه المحاويج المحتاجين نحتاج بيع المحاويج لماذا؟ لأن التاجر يحتاج إلى السلع يحتاج إلى ثمر البستان سليم وحضرتك إن كنت صاحب البستان تحتاج إلى المال لتنفق على نفسك وعلى بستانك البستان نعم فالكل التاجر يحتاج والبائع يحتاج لكن إلى أجل لكن بشرط خلي بالحضرتك بشرط وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي أن يكون الثمر في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط لجواز بيع السلم طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والجهالة لا يجوز أبدا أن تبيع عليه سمكا في ماء أو أن تبيع عليه ثمرا على شجر أو نخل لما ينضج بعد ولما يثمر بعد لكن ربما تقول التجربة الحياتية أن هذا ثمر الموجود على الشجر ينتج في المرة كذا وينتج كذا أو كذا فصارت هذه الضربة قانونا يؤخذ به ويعمل لكنها ليست سنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير صح والواقع يؤكد ذلك وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى الواقع لنؤكد به حكم ربنا وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك أقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه لأنه لما ذهب المدينة وجد أهل المدينة من الأنصار رضوان الله عليهم يتبايعون ويؤجلون إلى سنتين وإلى ثلاثة يؤجلون الدفع والسداد إلى سنتين أو ثلاثة هذا هو مفهوم الدين هذا هو مفهوم الدين يأخذ السلعة السلعة وينسو الأجل أحسنت المال المال فقال صلى الله عليه وسلم معلما وربيا أيوه من باع تمرا أو من أسلف تمرا فليسلف من باع تمرا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم آه لتنتفي الجهالة ولينتفي الغرر بمعنى أنا أشتري منك المستانة بمبلغ كذا هذا ما يحدث الآن بالمناسبة وقد لا يحدث ولو رزق ورزقك على الله الله يفتعلي يعني ربني يفتعلي صحيح وتحدث من الفتن والمصائب والمشاكل ما لو امتثل أهل الإيمان أمر الله سبحانه وتعالى لسعدوا في دنياهم وسعدوا في أخراهم صحيح يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل انظر إلى هذا هذا شروط الكتاب آه اللفة القرآنية البديعة حتى لم يقل فاكتبوه وينتهي الموقف أحسنت يحدد من الذي يكتب يختار طرفا ثالثا وليكتب بينكم كاتب مش أنا ونتم لا ليس أصحاب العقد أيوان كالبائع والمشتري عجيب هذه اللفة عجيبة لفة قرآنية بديعة عجيبة نعم وليكتب بينكم كاتب أي طرف ثالث بالعدل بالعدل فيختار طرفا ثالثا لضمانة جديدة لضبط العقد سليم ولضمانة جديدة ليحصل كل طرف من طرفي العقد على حقه مالا أو ثمرا نعم صحيح سبحان ربي لا إله إلا الله وأمر الله جل وعلا أن يكتب هذا الكاتب بالعدل ابتداء بالعدل وليكتب إذن هناك كاتب يكتب بغير العدل نعم وليس كذلك بلى كاتب يشهد زورا وينقص ويزيد سلم لصالح نفسه أحد الطرفين أو لصالح أحد الطرفين لصالح نفسه بأن يتقاضى مبلغا من المال من طرف من الطرفين البائع والمشتري ولذلك لابد أن يكون الكاتب الذي منى الله عليه بالكتابة أن يشكر الله عز وجل إذ أنعم عليه بهذه النعمة فيكون عادلا ويتق الله سبحانه وتعالى في كتابتي وفي مالي الذي سيحصله وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وكأن الله يريد أن يلف تنظر أولئك الذين منع عليهم بالكتابة إلى أنه قد أنعم عليهم بنعمة من أجل النعم نعمة الكتابة من أجل النعم صدقته والله لكن من الذي يقوم بالإملاء بإملاء العقد هذا والشروط والضوابط واليمل للذي عليه الحق الذي باع من الذي التاجر عن صاحب البستان الدائر التاجر هو الذي عليه الحق أنت صاحب البستان وكأنه إقرار بلسانه هو بأن عليه كذا هذا هو المراد وهذه الحكمة نعم فليكتب أي الكاتب وليمل للذي عليه الحق وكأنها ضمانة أخرى جديدة وكأن صاحب الحق يعترف بلسانه ويقر ببيانه أمام هذا الكاتب الذي يكتب أن عليه حقا لفلان صح وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه أنا أعجب في آيات الأحكام هذه لفتة قد ليلتفت لها كثير من أحبابنا حين قرأت القرآن الكريم كله وأسأل الله أن لا يخرجنا أبدا من بستاذ القرآن يا نعم آمين يا رب أعجب غاية العجب إذ أنني أجد أكثر آيات الأمر بالتقوى لا تكون إلا في آيات الأحكام والمعاملات عجيب نعم لفتة طيبة لم؟ أو مثال إذا حضرت أصعبت لو نظرت إلى صورة الطلاق صورة الطلاق يأمر الله عز وجل فيها بالتقوى مرتين ومن يتق الله يجعل له مخرجة وارزقه من حيث الاحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرة في قضية الطلاق في قضية العلاقة بين الرجل والمرأة ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يضبط هذه العلاقات بين الرجل ومرأته وبين الأخ وأخيه إلا رابط التقوى الله الله فالتقوى أخي الحبيب ليست علاقة بينك وبين ربك في حسب بل أصل التقوى علاقة بينك وبين ربك ثم بينك وبين خلقه جل وعلا بل يحضرن الآن في عجالة سريعة حديث للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يبين في الحبيب طريق السعادة والنجاة في جملتين اثنتين فيقول كما في صحيح مسلم حديث عبدالله بن عمر ما من نبي من الأنبياء إلا كان حقا عليه من يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه أي أكبر من كل ما سلف اسمع هذا والشاهد يا سلام قال بأبي وأمي وقلبي وكيان ورحيم فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليؤدي فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذا علاقته نعم بالله سبحانه وتعالى وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى هل وقفت مع هذه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه يجعل النبي علاقة العبد في صدقه في معاملته مع الآخرين السبيل الثاني للجنة بعد تحقيقه لا إله إلا الله عجيب هذه لفتة نبوية عجيبة لأن بعض الناس يستهم بالمعاملات وإن لك أنا بصلي وأنا بحج وبعمل كل سنة عمره في رمضان طيب ما قيمة هذه العبادات وأنت ولا حوله ولا قتل بله وهو يغش في الميزان ويطف في الكيل ولا يتقل لها في وعوده ولا يفي بعقوده ولا يفي بآداء الديوني وهو قادر ما قيمة هذه العبادات وهذه المعاملات والدين المعاملة الدين المعاملة حتى مع المسلمين والمؤمنين وغيرهم من أهل الكتاب والذمين وكلا الله أكبر الله أكبر يا سلام والله ذكرتني بحديث اللحظة في قضية مع الجميع يا أخي الحبيب روى الإمام مسلم فيه صحيحة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا معركة بدر أنا وأبي حسيل إلا أن المشركين قد أخذونا قبض عليه وعلى والده المشركون فقالوا لهم أتريدان محمد قلنا لا حرب خدعة صح قال فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نشارك محمدا في القتال وفعل قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء انصرفا لا تحضر معنا المعركة لا إله إلا الله نفي من الوفاء نفي للمشركين بعهدهم في الجهاد ونستعين الله عليهم هذا محمد بن عبد الله تاني الجملة نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم لا إله إلا الله هذا محمد والله مدرسة أي والله صلى الله عليه وآله وسلم لتسمع الدنيا ولتتعلم القمة لا إله إلا الله أخي الحبيب لا يجوز لك كمؤمن أن تخون إن خان غيرك ولا يجوز لك أن تخادع إن خان غيرك بل أنه ممكن لتمس الأعذار هذه حرب وهم كفار مشركون يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دين ابن عبد الله صلى الله عليه وآله بل أقول لك ورب الكعبة حرم الحبيب الخيانة بالنظرة مش بالكلمة ولا بتزوير العقود ولا بالتحايل والنصب بالنظرة روى الإمام النسائي في السنن سيدنا علي لا روى الإمام النسائي في السنن بسند صحيح من مجموع طرقه وغيره أن ساعد ابن أبي صرح عبد الله أن عبد الله ابن ساعد ابن أبي صرح لما أتى به عثمان بن عفان يوم فتح مكة وكان النبيه قد أهدر دمه آه يعني قال لهم لو وجدتم عبد الله ابن ساعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه فذهبوا إليه ليستمحوه عذرا فنظر إلى الصحابة الله يفتع عليك فذهب به عثمان بن عفان رضي الله عنه فنظر النبيه إلى عبد الله ابن ساعد مش ممكن هذا مهضر دمه فقال بايعه يا رسول الله عثمان بايعه يا رسول الله نبي نظر ثم أعرض عنه قال عثمان بايعه يا رسول الله نظر إليه فأعرض عنه بايعه يا رسول الله فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله ابن ساعد لأنه كان يستحي من عثمان رضي الله عنه لأن عثمان رجل تستحي منه الملائكة فلما انصرف عثمان وعبد الله ابن ساعد النبي غاضب حزين فالتفت إلى الصحابة وقال أوما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله قالوا هلأ أمأت إلينا بعينك يا رسول الله هلأ أعطتنا إشارة بعينك فقال الصادق ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حتى للنبي وهو أهدر دم ها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا ديننا هذا ديننا نفخر به والله وتعجبني هذه العبارة مسلمون لا نخجل نعم صحيح صدق مسلمون لا نخجل أو الله أي عظم والله هذا أي عظم وأي جمال هذا الله أكبر وليكتب كاتب بينكم بالعدل يكتب بالعدل نعم ولا يأبى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمر للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه فيماذا برضو طاقوة هنا يتق الله رب في ماذا وليتق الله ربه في ذكر الحق بلا زيادة أو نقصان كما هو كما هو ولا يبخص منه شيئا جميل هنا يعني إلا الذي كان عليه الحق هذا سفيه أو مجنون أو لا يستطيع عنه به آف أو به مرض ماذا يصنع به فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ذكر الله سفيها أربعة أصناف مش ثلاثة أخوة تقول ثلاثة ولا هذا كنت أعده ورفضتك ثلاثة لا صاحب الدين الأول الأول قد يكون رجلا سويا عاقلا عاقلا يستطيع أن يبيع وأن يشتري وأن يوقع العقود وأن يملي لا يحتاج إلى أحد طيب الحالة الثانية أن يكون سفيها لا يضبط هذه ليس أهلا لهذه العقود لا تتوفر فيها ذي الأهلية قد يقال سفيه كيف يشتري ويصنع ويتدين وكذا هو سفيه أموالي هو الذي يقوم بتجارته هكذا قال ربنا جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى قال ولا تؤت السفهاء أموالكم فيبقى الحالة الثانية أن يكون الذي عليه الحق سفيها وما معنى السفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف أحسنت هذا أسلوب يعني تعريف جميل عصري الذي لا يحسن التصرف وليس أهلا للدخول في مثل هذه التجارات ولا في مثل هذه المعاملات والعقود الحالة الثانية أن يكون سفيها سفيها الحالة الثانية أن يكون ضعيفا ضعيف بمعنى فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا ضعيف العقل ضعيف الإرادة والفهم لا يحسن كلمة ضعيف منكرة للعمل والشمول لكل أنواع الضعف تفيد الشمول والعمل لكل أنواع الضعف الضعف المعنوي والضعف الحسي أو المدي فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله لأي سبب من الأسباب الحسية أو المعنوية قد يكون أبكما أخرصا انظر إلى تفصيل دقة منتناهية لا إله إلا سبحانه من هذا كلامه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل بالعدل لم يكتفي حتى فليمل المقلب خلي وليتق الله ربه فوق التكرار للتأكيد 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 على قضية العدل وعلى تحقيق التقوى نعم فليمل الوليه بالعدل طيب واستشهدوا شهيدين من رجالكم رجلين هل هناك شروط للشهداء؟ نعم لا بد أن يكون الشاهد عدلا ضبطا مشهود له بالعدالة في الجماعة المؤمنة في قريته وفي بلدته وفي مكانه هذا رجل عدل مسلم مسلم ثقة مسلم بالغ عاقل عدل نعم يشهد له بالأمانة ويشهد له بالخلق ويشهد له بالدين ويشهد له بالحفاظ على العبادة وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يكون منهم يا رب رجلين اه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم لو إذا لم يكن رجلين انظر إلى دقة القرآن وجماله وكأنه يحاور من يفترض افتراضات عقلية نعم صحيح وقد تكون حقيقية واقعية بل هي كذلك صحيح فقد نجد رجلا واحدا قد يتعرض الإنسان في سفر من الأسفار لكتابة دين على سبيل الحتم واللزوم ولا يجد إلا رجلا واحدا ففي هذه الحالة يشهد هذا الرجل على دينه هذا الرجل مع مرأتين وقد يصطاد كثير من الناس في الماء العكل حسنت للتقليل من شأن المرأة أو لانتقاص قدرها ليس انتقاص من شأن المرأة لو أدرك أولئك العقلاء المنصفون أن الله جل وعلا خلق المرأة بطبيعة معينة طبيعة فيسيولوجية معينة يعني الرجل لا يحمل نعم ولا يرضع صحيح إلى غير ذلك ولا يحيض فهذا ليس نقصا للمرأة ولا تنقصا من قدر المرأة وما كانت المرأة بل المرأة إذا قامت بواجبها بواجب الأمومة والتربية على مراد الله ورسوله فهي ورب الكعبة مجتمع بأسره فهي بنفسها تشكل نصف المجتمع وتمنح المجتمع النصف الآخر من أولادنا وبنتنا صح لكن وضعت الآية الكريمة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ما معنى الضلال هنا النسيان ليس بمعنى الضلال العقائدي لا أبدا النسيان الضلال يعني النسيان قد تنسى المرأة لأن المرأة في الأصل عاطفية الضلال في القرآن الكريم معذرة له دلالات كثيرة معاني كثيرة جدا جدا غير الموضوع عليهم ولا الضلين نكلا فيه ضلالك القديم صحيح معاني مختلفة جدا الضلال هنا النسيان وصلها تفصيلا بديعا الإمام الشنقيط في أضواء البيان أضواء البيان أضواء البيان للشنقيط أنا أرجو عليه حتى أستمتها به نعم يبقى قد تنسى المرأة فتذكرها أختها أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا هذا نداء للشهداء آه هذا نداء للشهود للشهود ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ومن أهل العلم من قال بأن الإجابة إذا تدبتك أن أصلا ممكن أحدد من يشهد العلماء يقولون في قولين الأول أن من دعي للشهادة وجب عليه أن يلبي وجب وجب في حالة أيوة ما هي في حالة ألا يوجد في هذا الوقت وفي هذا المكان شاهد غيره هو واحد فقط آه أما إن وجد غيره فالأمر فيه سعى على الندب والاستحباب أن يلبي أو لا يلبي لا كتاب الثاني أيضا إذا ما لب قد يكون الأمر واجبا في حقه أيضا إذا لم يوجد إلا هو آه يعني كمنطق عام في الشريعة إذا ما دعي الإنسان للشهادة فليشهد إذا ما دعي وليشهد بالحق والعلم لكن هل نفهم من رأي معدلة النقطة خطيرة نعم إذا لم أدعي للشهادة وأنا رأيت شيئا باطلا ألا أبادر وأشهد بل هؤلاء هم المتقون والله أحد دعاء الفضايات يقول الأخت تسأله تقوله أنا رأيت كذا وهذه بس صحيح فعضك لأنها كثير من الأهمية بمكان رأيت كذا وكذا وذهبت وشهدت فغضب زوجي قال لا وانت من ندبك عشان تشهدي لا بل هؤلاء هم المتقون وهؤلاء هم الصالحون الذين يبادرون بالشهادة لإثبات حق يرونه أي كشهود أنه سيزول ويضيع نعم لا إله إلا الله فالأمر للوجوب إذا لم يوجد إلا هذا الشاهد وللاستحباب والنب إذا وجد غيره ولا يأبى الشهداء إذا مدعوه لكن قد يقول قائل شيخنا شيخ محمد حسين برك الله فيك وفي علمك ونفع ببيد من الله تعالى الدين بسيط يسير لا حاجة الموضوع بسيط جدا سينتهي الأمر نعم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله حتى لو صغير بنص القرآن ووالله الذي لا إله غيره فيه السعادة وراحة القلب شراحة الصدر استقرار البال وهدوء الضمير لكن يقالك ما هذه الأشياء مثلا ضد الثقة وضد الأمانة يا أخي إحنا مجتمع مع بعضنا البعض لما هذه التفصيلات الدقيقة استثنى ربنا جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم لا إله إلا الله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني أنا وأنت أتاجر أنا أشتري منك السل أتى أعطيك المال ما الداعي للكتابة لا حرج خلاص أنت بعتني السلعة وأخذت حقها وثمناها فإذا كانت التجارة حتى ولو كان الأجل في التجارة منظرا ليوم أو ليومين فلا حرج أخذ منك السلعة وأذهب وأبيع وأتيك لا حرج إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم هذا الأمر أيضا للوجوب عند بعض أهل العلم وأشهدوا إذا تبايعتم يابد أن يكون هناك شهود أيضا نعم الشهود في هذا الحكم الأمر للوجوب وأشهدوا نعم إذا تبايعتم ولا يضارة كاتب ولا شهيد طب الشهيد بقى شهد على ابن فلان وابن علان وابن يقول أنت عرفنا ابن مين نعم ولازم تغير شهدتك ولازم كذا نعم ومجبر ويصنعون الأصانع والأفعيل في زوجه وعياله وكذا هذا أمر من الله جل وعلا لضمانة سلامة الكاتب والشهود لا ينبغي أن يضر الشاهد ولا ينبغي أن يضر الشاهد أيضا واحدا من طرف العقد ولا يضر كاتب ولا شهيد لأن بعض العلم ذكر المعنيين معا في الآية ولا يضر كاتب ولا شهيد لا ينبغي أن يتعرض الكاتب ولا الشاهد لأي نوع من أنواع الضرر النفسي أو المعنوي أو البدني وإلا لو عالم كل شاهد وكل كاتب أنه سيدغط عليه بطريقة أو أخرى إلى حد الضرر فلن تجد هذا الأمر الرباني في المجتمع المسلم صحيح يعني ما الذي يصنع إذا صنع معذرة يعني في المجتمع ويحدث أيضا له نفوذ وله سلطان وله سلطة يدير يقوم بضرر بإلحاق ضرر بكاتب ولا الشهيد هذا فاسق فاسق بنص القرآن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ومعنى الفسوق الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته سلم يا رب سلم يا رب فمن أضر كاتبا أو شهيدا لنفوذه أو لمكانته أو لسلطانه ليشهد شهادة زور أو ليغير الحق أو ليشهد بالظلم بغير العدل فهذا فاسق بنص القرآن الكريم ولن ينفعه لا ماله ولا مكانه ولذلك يأمر الله جل وعلا في آخر الآية الكريمة بتحقيق التقوى مرة أخرى واتق الله ويعلمكم الله يا الله لفت عجيب بديعة ويعلمكم الله لم يذكر المعمول أو المفعول بالفعل يعلمكم الله ماذا الحق بكل ما تحمله الكلمة من معنى الذي يرضي الله جل وعلا ويسعدك في دينك ودنياك ودنياك وإخراك والله بكل شيء عليم وأرجو أرجو من الأمة أن تراجع أحكام هذه الآية الكريمة مرات ومرات لا للتنظير السالب ولا للثقافة الذهنية الباردة وإنما للتطبيق وللعمل لتسعد في دنياها واخرها ولا تقول إنما هي معاملات يسيرة وديون قليلة لا حاجة لنا في إثباتها وكتابتها ولا نجد داعيا لإحضار الشهود للشهادة إلى غير ذلك يا أمتي امتثلي أمر الله وأمر رسول الله تسعد في دنياك وأخراك بارك الله وفيك والأهم من هذا أن يؤدي كل طرف أمنة أي نعم والحق الذي عليه نعم لأنه الآن ربما يكون معمول بعض الدستير الوضعية والقوانين الوضعية إذا حكمت لأحد الطرفين لا يأخذ حقه أصلاً ويعطر الحكم لو استطاع أن يكسب بقانون وضعي أو بمكانة أو بنفوذ فليعلم أن الله جل وعلا يسمع ويراء فليحرص على تقوى الله وعلى إرضاء الله لأن الدنيا مهما طالت في حقيرة ومهما طالت في قصيرة ومهما عظمت في حقيرة أحسن دعا نختتم بهذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الدين عن المدينين آمين اللهم أدي الدين عن المدينين آمين اللهم أدي الدين عن المدينين اللهم فرج كرب المكروبين واكشف هم المهمومين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواء اللهم اكفنا بفضلك عمن سواء وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم شكرا لفضلاتكم ورحمكم في الحلقة القادمة مشاهدين الكلام إلى هنا نأتو إياكم إلى نهاية حلقتنا في إن عملون حتى يضمنا لقاء جديد لأستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ما مفهوم الطاعة هنا كيف تكون الطاعة أهل الإيمان مأمورون بعدم طاعة أهل الكتاب في أي صورة من صور الطاعة يعني حدثنا عن هذا الوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة هذه والله أنا أقف مع هذه الآية وكان قلبي أن ينخلع كيف نحول هذه الآية إلى واقع عمليين الآن لنرفع شعار إن عملون أيها المسلم